السلام عليكم أعزائي صفر رابع لعدادي إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتناول جميع القطعة الخاصة بالكورس الثاني عدنا أول قطعة اللي لازم تحفظ طبعا هي مجموعة من الأسئلة مو تحفظ كل القطعة عدنا مجموعة من الأسئلة المهمة اللي راح نتناولها عدنا أنصر these questions طبعا عنوان الموضوع اللي هو شنو wedding customs customs معناها أعراف الزواج أو تقاليد الزواج عدنا نمبر 1 in which country do people get married معناها في أي بلد do people اللي ناس get married يتزوجون in group ceremonies في مراسيم جماعية الإجابة UAE معناها الإمارات العربية المتحدة هاي الإجابة فقط بالامتحان نمبر 2 what are the bride's hands ماذا أيدي العروس bride's hands on feet وأقدامها often غالبا شنو decorated with تزين بي الإجابة فقط هنّا الحنّاء نجعل نمبر 3 المعروكو في المغرب where do the grooms أين أصدقاء شنو grooms friends أصدقاء العريس take him يأخذونه before the wedding قبل الزواج الإجابة to the barbers إلى محل الحلاق نمبر 4 what do men do ماذا يفعلون الرجال I'm a traditional bedouin ceremony ماذا يفعل الرجال في احتفالية أو مراسيم بدوية تقليدية traditional تقليدي بدوين بدوي ceremony معناها مراسيم أو احتفالية شي سوون dance يرقصونه with swords باستخدام السيوف and whips الصياط يشبه الحبل واضح زين نمبر 5 what does a white dress ماذا الزي أو الملابس البيضاء simplifies ترمز ترمز إلى وين في العراق in iraq purity النقاء والطهارة زين طبعا هاي الإجابة هما رابعة نميزها زين نجي عندنا القطعة الثانية glass blowing يعني نبخذ الزجاج glass blowing a family business هو عمل خاص بالعائلة answer these questions أجب عن هذه الأسئلة نمبر 1 what are ما هي some popular بعض some popular lebanese crafts ما هي الحرف اللبنانية المشهورة الشائعة some بعض popular مشهور شائع crafts معناها مهن أو حرف embroidery معناها التطريز cooper engraving يعني النقش على النحاس and glass blowing والنفخ بالزجاج هذا يشكل مزهريات أو بعض الأمور الجميلة تستخدم بالزجاج where was glass blowing أين نفخ الزجاج invented اخترع وبتكر and when ومتى in syria في سوريا over حوالي أكثر من شنو two thousand two thousand one hundred years ago أكثر من الفين ومائة سنة شنو مضت وين في سوريا زين number three how was the glass كيف كان الزجاج that was used الذي كان يستخدم before then من قبل مختلفا شون كان شون كان بالقبل يستخدمو it was thicker كان أسمك من هاله الس اللي يستخدمو زين عدنا number four how long كم طول المدة هازي glass اللي الزجاج بالنون كان معروف in the middle east في الشرق الأوسط over أكثر من شنو four thousand years أكثر من أربعة آلاف سنة كان معروف في الشرق الأوسط زين نجي هسا ننتقل إلى number five طبعا لازم تكتب دني الأسئلة بدفتر الملاحظات وتحفظها ورقة وقلم why is this technique technique يعني لماذا هاي التقنية important technique important ليش مهمة because يمكن أن يصنع أفضل and more beautiful وأكثر جمالا شنو glass نافخية الزجاج اللبنانيين learn the skill تعلموا هذه المهارة from their fathers من يعني أباؤهم seven is the glass blowing هل نفخ الزجاج done يتم عمله in large factories في مصانع كبيرة no ليس كذلك in small family businesses في أعمال يعني في أعمال على حجم عائلة صغيرة in small family businesses يعني عمل خاص بعائلة أو أعمال خاصة بعائلة صغيرة زين هذا الإجابة مال السابعة eight why do many glass blowers لماذا العديد من نافخية الزجاج have to do other jobs يجب أن يفعلوا أو من الضرور أن يعملوا أعمال أخرى because بسبب it is difficult to make enough money لأنه من الصعب يعني شنو تكوين مال بما فيه الكفاية from glass blowing من نفخ الزجاج هاي الآن عدنا قطعة school trip معناها نزهة أو رحلة مدرسية أجب عن هذه الأسئلة التالية أدنا number one when did the museum متى المتحف get حصل على شنو its first collection على مجموعته الأولى and where was وأين it stored تم تخزينها هذه المجموعة in 1922 في عام 1922 it was stored تم تخزينها in a government building في بناية حكومية in Baghdad number two in which district في أي منطقة is the national museum of Iraq في أي منطقة المتحف الوطني العراقي الصالحية in al-Kark معناها في منطقة الصالحية في al-Kark زين number three what is the name of the winged ball يعني ما هو اسم الثورة المجنة ball معناها شنو ثور winged معناها مجنة لمسو اسمه لمسو هذا الثورة المجنة number four where was أين the Assyrian jewelry أين المجوهرات الأشورية found وجدت in the royal tombs tombs معناها مقابر أو قبور ملكية at نمرود في القبور الملكية في النمرود number five which floor is the cafeteria on في أي طابق الموجود الكافتيرية the ground floor معناها الطابق الأرضي زين number six what did جلال buy ماذا اشترى جلال from the gift shop من محل الهدايا اشترى a beautiful cup اشترى كوب جميل with a golden pattern ننبع نقوش ذهبية on it عليه زين نقوش يعني بعض النماذج اني قدر هيك نقول موجودة يعني على هذا الكوب زين اكتب اكتب دفتر الملاحظات ويبدي احفظهم بالتدريج عدنا number one how much sleep كم هي كمية النوم should teenagers المراهقين get pair يعني teenagers المراهقين get pair night زين eight hours يعني نحصل من النوم number four what you should not do ماذا ينبغي عليك ان لا تفعل before going to sleep ولك شي لازم ما تسوي قبل ما تروح للنوم شنو exercising لازم ما تروح تتمر عن رياضة or watching او تشاهد adventure films افلام مغامرة اذا اني كل هن راح يسبب لك يعني ارهاق ومرحل شنو تنام بشكل جيد زين number five what do many teenagers ماذا العديد من المراهقين find relaxing يجدونه يجلب لهم الاسترخاء drinking شرب a glass كأس أوف وورم ملك من الحليب الدافئ زين هذه اجابة number five زين عدنا شنو عدنا the Asian Games الالعاب الاسيوية answer the following questions اجب عن الاسئلة التالية where were اين the first Asian Games يعني اين كانت الالعاب الاسيوية الاولى when in اندية هي الهند زين where did اين the biggest Asian Games الالعاب الاسيوية الكبرى take place when حصلت in china في الصين number three what for sports ما هي الالعاب الرياضية الاربعة where played التي لعبت at the Asian Games الالعاب الاسيوية for the first time للمرة الاولى in twenty ten في عام الفين وعشرة cricket نوع من النوع الالعاب طبعا يستخدمون بها المضعب حاول تروح بالجوجل هما تشوف طريقة اللعبة اللعبة dragon boat racing سباق باستخدام قوارب التنين dance sport رياضة الرقص und roller sports اللي يذني بعض الالعاب التي تستخدم بها العجلات نحن نقول مثل تشاغ بها بها نوع من الالعاب زين عندنا number number four اللي هي شين where did the athletes athletes يعني الغياضيين stay athletes وين يبقون in the new Asian Games town في المدينة مدينة الالعاب الاسيوية الجديدة in the new Asian Games town زين five what did volunteers ماذا المتبرعين أو المتطوعين دو يعملون during the twenty ten games خلال الالعاب الخاصة بالفين وعشر شان يسوون بهاي الفترة taking يأخذون spectators يعني المشاهدين to their seats إلى شنو إلى مقاعدهم checking their tickets يعني يتفحصون تذاكرهم giving information يعطون معلومات and directions وتوجيه نعيد أو ماذا حصل during the torch relay خلال شنو تبادل الشعل a celebration احتفالية of friendship للصداقة and unity والوحدة زين نمبر سفن what was the mascot ما هي التعويذة for the 16th Asian games ما هي التعويذة للشنو للألعاب الآسيوية السادسة عشر طبعا يكون مثل الماعز يلبسون ملابس رياضية في شي يسموهم the five sporty gods الماعز الخمسة اللي يلبسون ملابس رياضية واضح يسموهم the five sporty gods الآن عندنا قطعة الوينز الرياح عندنا answer the following questions أجب عن الأسئلة التالية number one where do أين trade winds الرياح التجارية blow to hope trade winds الرياح التجارية blow to hope from the subotropics من مناطق شبه استوائية to the equator equator معنى خط الاستواء number two طبعا هاي اللي جابة رح نحددها باللون الأحمر number two what is the شمال ما هي رياح الشمال the شمال is a wind هي رياح that blows تهبو and the arabian gulf في الخليج العربي and can cause ويمكن أن تسبب sandstorms شنه sandstorms معناها عواصف عملية what do number three what do meteorologist علماء الأنواء الجوية used to predict لي غمنوا هريكينز العواصر شنه يستخدمون they use satellites اللي يستخدمون الأقمار الصناعية شنه to predict to predict معناه لتخميل هريكينز العاصر زين number four how does wind happen كيف تحصل الرياح شن الطريقة مالته wind الرياح تحصل happens when air عندما الهواء moves يتحرك from areas من مناطق of high pressure من مناطق ذات ضغط عالي to areas of إلى مناطق of low pressure إلى مناطق ذات ضغط عفوا واطن زين الآن عندنا القطع الأخير restoring استعادة the garden of eden جنة عدن وعدنا مجموعة من الأسئلة المهمة answer the questions أجب عن الأسئلة where did ليلى go أين ذهبت ليلى on holiday في العطلة الهمار marshland في هور الحمار and the south of Iraq في جنوب العراق what did she do ماذا فعلت صنعت on holiday في العطلة and what did she learned about عن أي شيء تعلمت عندنا الشيء التي تعلمت طبعا الإجابة ستكون هذه ستكون هذه ستكون هذه ستكون هذه بالأحمح canowing معناها التجذيف fishing الصيد she learned تعلمت عن the wet land environment عن البيئة الرطبة on the project ومشروع restoring استعادة the garden of eden يعني جنة عدن in the south of Iraq هذه الإجابة طبعا عندنا سؤالين السؤال الأول هذا يعني مقسوم إلى قسمين الإجابة أو الإجابة عن ماذا تعلمت فنقدر نفصل هنا ومعا تيجي سؤال واحد من يعيش في الأهواح كم هي طول المدة اللي عاشوها هناك من إشوكت descendants يعني أسلاف of the Sumerians يعني اللي عاشوا هناك منهم يعني يعيشون هناك هم ليه ساهم دي يعيشون descendants of the Sumerians أسلاف السومريين from the dawn of civilization from the dawn of civilization منذ فجر الحضار هذه الإجابة أيضا من السؤال الثالث عدنا who lives in the marshes how long have they lived there كم طول المدة اللي هم عاشوا فيها هناك ولا يزالون اللي يعيشون بيها من أسلاف السومريين number four what do the people eat ماذا الناس يأكلون what are their houses like how do they move around كيف يتجولون شوف ذن ثلاث أسئلة مرات يجيب لك إياها نسوا ومرات كل واحد السؤال منفصل عن الآخر they eat fish هم يأكلون السمك birds الطيور rice الرز and also butter معناها الزبد cheese الجبن and yogurt اللبن made from اللي مصنوعة هذه الأشياء from the buffalo milk من حليب الجاموس زين their houses their houses بيوتهم منازلهم are made from منازلهم مصنوعة من reads القصب and are arched shaped شنو معناها شكل يكون مقوس they travel by canoe هم يعني يسافون باستخدام القارب اللي يسموه مشحوف مشحوف واضح هذا بلغة الجنو زين number five what do people lack ماذا يفتق عن ناس health care يفتقعون شنو يعني العناية بالصحة education التعليم on the drinking water ومياه الشرب هاي الأشياء اللي يفتقروها why are number six لماذا these marches لماذا هذه الأهوار so important جدا مهمة الإجابة طبعا هذه الإجابة عندنا رح نحددها بالأحمر رح تكون واضحة أكثر they are من هي المارش الأهوار are important مهمة for the environment للبيئة on the lives والحياة منه of people حياة الناس animals الحيوانات and birds والطيور number seven what destroyed ما الذي دمر a large area مساحة كبيرة of the marshes شنو اللي دمرها هذه الهنا they were من هي الأهوار marshes were dried out يعني جففت in 1990 في عام 1990 number eight why do you think لماذا تعتقد it is important to restore أن نستعيد شنو دماش هذا الأهوار what will happen if we don't ماذا يحدث إذا ما استعادناها طبعا هذا السؤال اختياري أو ما يجي بالامتحان يقول لك ليش مهم نستعيدها ويقول لك شنو رح يحصل إذا ما استعادنا هذه الأهوار والهنا انتهينا من القطع الخاصة بالكورس الثاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته